على عكس الجو العاصف في الخارج ناقشت الحكومة شؤون العاصفة التي تضرب لبنان بهدوء ولم تسجل نقاشات حادة وطلب مجلس الوزراء الجيش والهيئة العليا للإغاثة بمسح الأضرار وأقر سلفة خزينة للهيئة بقيمة ثلاثة مليارات ليرة من أجل التعويضات التي شملت أيضا أحداث التباني وجبل محسن وتفجير الأشرفية تم أعطاء هيئة العليا للإغاثة سلفة ثلاث مليارات ليرة تستعمل لضحايا الأضرار بالأمس وضحايا الأضرار في الأشرفية وفي باب التباني عندما تستكمل الإجراءات كاملة يتم دفعها في أقرب فرصة ممكنة وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريض أكد أن ضميره مرتاح إلى مقامة به الوزارة مشيرا إلى أن الوضع في حي السلم أصبح تحت السيطرة بفضل ما قامت به الفرق التابعة لوزارة الأشغال وأن الوضع هناك يتطلب حلا جذريا في المقابل رأى وزير الطاقة جبران باسيل أن الفيضانات هي بجزء كبير منها نتيجة التعديات على الأنهر والردميات لافتا إلى قانون تقدم به عام 2010 لتنظيف الأنهر لكن لم يوافق عليه نظرا إلى تكلفته التي تبلغ 600 مليون دولار الجلسة التي انعقدت في السرايا الحكومية استهلت بكلام سياسي لرئيس الحكومة تطرق فيه إلى قانون الانتخاب وأحوال العصفة الانتخابات سابتة في موعدها والقانون هو المتحرك أضاف دولته لقد أرسلت الحكومة مشروع قانون للانتخاب إلى مجلس النواب ونحن نعتقد أن هذا المشروع يحقق الغاية الأساسية وهي التمثيل الصحيح لكل الفئات لكننا منفتحون على كل النقاشات من أجل إنتاج قانون انتخابي يتوافق عليه اللبنانيون وفي الشأن الاقتصادي دعم ميقات الوزراء كل في اختصاصه إلى عقد اجتماعات عمل مع الهيئات والجهات المعنية تمهيدا لعقد اجتماع موسع قريبا تطرح فيه كل المواضيع على طاولة البحث والمعالجة